انت عايز تنجح بس انت خائب تفشل اكتر من انت عايز تنجح وده بيخلي تجاهك مش ناحية النجاح، ناحية عدم الفشل سالسلام عليكم، ازلككم، اعملين ايه لغبور؟ احنا دلوقتي نتكلم عن حاجة في كل الناس تقريبا يعني كل الناس عندها البرفكشناست الصغير ده ساعات بيكبر عمل لنا مشاكل وساعات بيبدل صغير وربنا بيهديه طب هو يعني ايه اصلا البرفكشناست او يعني ايه شخص يبقى البرفكشناست يعني زي ما قلنا في الاول ان هو بيبقى خايف يغلط اكتر ما هو عايز ينجح فده زي ما هنعرف برضو كمان شوية بيخليه ما بيعملش حاجة عشان ما يفشلش على فكرة انت لو مدخلتش الامتحان اللي جاي كمان كم يوم ده مش هتقصد لسوش تنجح انت مدخلتش اصلا ده بالظبط التأثير السلبي اللي بيحصل لما بيكون حد عنده حاجة اسمها مالادابتف بيرفكشنازم علم النفس قسم البرفكشنازم ده نوعين اول نوع ادابتف تاني نوع مالادابتف المالادابتف ده تأثيره ما بيقاش كويس بس الادابتف تأثيره بيقى كويس جدا فالبرفكشنازم مش دايما حاجة وحشة لازم نتخلص منها طب هو ايه اصل البرفكشنازم اصلا يعني اللي بيقى بيرفكشنازم ده بيقى ليه بيرفكشنازم غالبا عشان من وهو صغير بتبقى الستاندرز بتاعته عالية جدا يعني دايما عايز يطلع الاول على المدرسة دايما عايز يعمل كل حاجة صح دايما حتى الناس اللي حواليه مربيينه على الكلام ده اختي وهي صغيرة والدتي كانت بتقول لها انت ما عندكيش اختيارات يالقولى يالقولى مفيش تانية حتى هو يالقولى يالقولى ومش قولى مكرر كمان حاجة زي دي لما بتزيد قوي البني عدم بياخد على ده بياخد على ان هو على طول لازم يطلع احسن حاجة لو ما طلعش احسن حاجة الناس هتبصلوا بصة مش حلوة او هتقنبوا فبيكبروا على كده وبيبقوا بيعملوا حساب جدا وبيضايقوا من الناس الجودجمنت اللي بتبص للناس وتحكم عليها على طول يا عم ما تحكمش علي انت ما تعرفش مش يمكن هو تاعب فعلا مش يمكن هو زاكر بس ما طلعش الاول عادي يعني مش يمكن هو كان مزاكر بس كان عيان فما حلش كواس في المتحان فدايما ما بيحبوش خالص الناس الجودجمنتل او الاحكام كتير على البشر عموما يمكن دي حاجة كلنا بنحبهاش بس البرفكشناستس بالذات مش بيحبوا ده اكتر يبقى انواع البرفكشناستس دول هم ثلاث انواع اول نوع فيهم اسمه السلف اورينتد يعني حد متجه لنفسه على طول بالبرفكشن حد دايما بيبقى حريص او عايز يبقى بيرفكشن هو نفسه يبقى بيرفكشن تاني نوع منهم others oriented يعني حد بيقى مستني على طول ان البشر اللي حواليه يبقوا هم بيرفكشن ثالث نوع هو socially prescribed ده اللي بيقى شايف او حاسس ان اللي حواليه بيتوقعوا منه البرفكشن بيتوقعوا انه هو يبقى كامل في كل حاجة بقى وجامل جدا احنا مش لسه قيلين ان هم نوعين من شوية اللي هو adaptive و maladaptive لا دي انواع البرفكشن ازم ذات نفسه اللي انا قلته ده انواع البرفكشن است انواع الناس البرفكشن است طيب خليني انا اخدها واحدة واحدة كده بقى امتى يبقوا adaptive وامتى يبقوا maladaptive الحاجات دي او الثلاث انواع دول يبقوا adaptive جدا وحلوين جدا لما يبقوا قليلين يعني مثلا الـ self oriented لما يبقى شايف انه هو لازم يبقى perfect بس البرفكشن ده عنده قليل شوية يعني هو مش دايما شايف كده او مش دايما بيسعى ان هو يبقى perfect بس ده هيشجعه ان هو يشتغل اكتر وهيشجعه ان هو يبقى احسن علشان يبقى perfect طب لو حد بقى extreme قوي او متطرف قوي في حتة البرفكشن دي تا كده بقى هيبقى maladaptive ليه هيبقى maladaptive علشان فيه تأثيرات سلبية هيتقصرها من كونه perfectionist ودي انه هو مش هامل حاجة هيبقى عايز يوصل للبرفكشن فهيبقى بالنسبالله الحاجات اللي هو عايز يعملها بعيدة قوي وببيرة قوي فهيقعد ومش هامل حاجة الكلام ده هيجي معي باحباط اكتر ما هو هيشجعه والothers oriented كمان الشخص اللي هو بيبقى مستني البرفكشن من الناس لو الاحساس ده زاد عن حده هو هيتصدم في كل ناس تقريبا ما هو مفيش حد perfect كمان لله يعني وال socially prescribed اللي قلنا عليه لو هو شايف ان الناس شايفة perfect او الناس مستنية منه البرفكشن ده فده هيشجعه ان هو فعلا يسعى نحو البرفكشن بس لو الاحساس ده عنده زيادة قوي هيحس ان هو مكروه من المجتمع ويعني بعيد عنهم كده ومش هيعرف ينسجل معهم كويس يعني كده تقدر تقول ان البرفكشنزم فيه حاجات كويسة وفيه حاجات مش كويسة ليه تأثيرات ايجابية جدا وليه تأثيرات سلبية جدا تأثيراته السلبية احنا قلنا منها واحدة اللي هي procrastination او ان انت ما تعملش حاجة غير بقى لو كانت هتطلع بقى perfect وده طبعا عمره ما هيحصل فعمرك ما هتعمل لحاجة هنا تأثير سلبي من البرفكشنزم المقارنات دايما بتقارن نفسك بالبرفكشن دايما بتقارن نفسك بالناس اللي انت شايفها perfect او الناس اللي انت شايفها كويسين قوي وده مش فارج انت دايما حاجة مختلفة عن كل الناس وحاجة مختلفة برضه عن البرفكشن علشان مفيش حد perfect مفيش حد كامل خالص تالت سلبية من البرفكشنزم الزيادة هو عدم التكيف مع المجتمع انت بتبقاش عارب فاتك كيف مع الناس اللي مش perfect دي الناس ما لها بني قدمين ليه كده انا مستني ناس perfect طبع بالحاجات الكويسة بقى ايه ايه ان انت دايما بيقى عندك high standards عندك targets كده او هداف حلوة جدا بتبقى طموح بتبقى hard worker بتشتغل كتير وبتشتغل جامد دايما بتبقى عايز تنمو وتبقى عايز تجبر حتى لو بقيت كويس بتبقى عايز تبقى احسن كل الحاجات الحلوة دي لو احنا بنتكلم على adaptive perfectionism فخلي بالك لو انت عندك perfectionist صغير زي ما قولنا خليه بقى adaptive بلاش ملا adaptive طب تعمل كده ازاي او لو انت اصلا perfectionist وحس ان ده بيأثر عليك تأسير سلبي ازاي هتعدي ده او ازاي تتخلص منه اول حاجة اللي لازم تعرفها ان مفيش perfection خالص في الدنيا تي حاجة حتى في الهندسة مش مقبولة مفيش perfection ده ديتول 99% وتسعة منها ما ارجبش المية في المية حتى شوف حتى في الاعلان محدش بيقول ديتول بيشيل الجراسين بنسبة 100% ماينفعش الاول على السنوية العامة ما بيجيبش المية في المية بيجيب 99% ديتول كده ما بيوصلش فما فيش perfection في الكون بتاعنا علشان الكون بيرفض اصلا حاجة اسمها perfect كل حاجة دايما فيها عيوب او فيها حاجات مقصة فاقبل ان انت مش perfect واعرف ان في حاجات كتير مش perfect بس تستاهل ان احنا نسعى لها تاني حاجة ممكن تعملها ان انت تبدأ في اي حاجة حتى لو انت شايف ان انت مش هتبدأ فيها perfectly شوف اي حاجة تبتعرف تعملها كويس دلوقت شوف نفسك فيها قبل كده انت كنت perfect طب انت كنت زي دلوقتي طب انت دلوقتي perfect انت دلوقتي مش perfect وقبل كده مكنتش perfect خالص انت كنت اعوحش من دلوقتي واللي خلاك بقيت احسن ان انت حاولت تعمل ده كتير لحد ما بقيت كويس دلوقتي ولسه هتبقى احسن وعلى طول هتفضل تتحسن علشان عمرك ما هتوصل للperfection فابدأ في اي حاجة حتى لو انت شايف نفسك مش perfect فيها وكل ما تمشي فيها خطوة لف وبص وراك هتعرف ان في حاجة تستاهل العناء وتستاهل الشغل حتى لو هي مش perfect لما تلاقي نتيجة وكلما تلاقي نفسك بتبقى احسن ثالث حاجة ممكن تعملها انك ما تحكمش على نفسك انت مش بتحب الناس الjudgmental ما تبقاش انت كمان الjudgmental على نفسك انت مش بتحب ده ما تعملوش ما تقارنش نفسك بالناس ما تفضلش تقول لنفسك ان انت مش حلو ان انت مش perfect ان انت فيه ناس احسن منك كتير ما انت كمان احسن من الناس كتير والناس الكتير اللي احسن منك دول فيه ناس كتير احسن منهم وديه the circle of life من ضمن اشهر الناس بقى الperfectionists اللي اكيد اي حد عارفه Steve Jobs Steve Jobs كان perfectionist اخر حاجة بقى احابة بقولها في الفيديو ده ان انا شخصان شايف ان الperfection ده ممكن يكون هدف بس ما ينفعش نستنى نوصله عشان مش هنوصله بس ممكن يكون هدف علشان ده هيدمضلنا ان احنا نمشي في الطريق الصح طريق الperfection اكيد دايما هيكون صح بس مش صح ان احنا نستنى نوصل للperfection طول ما احنا ماشيه بس حلو قوي ان احنا نعيش حياتنا بنسعيله بس كده لو انت على اليوتيوب وعجبك الفيديو ياريت تعمل like و subscribe وتشايره مع الناس اللي انت عارفه اذا تلعو حد منهم perfectionist يعني ولو انت على فيسبوك برضو ياريت تعمل شاير وياريت تروح على اليوتيوب وتعمل like و subscribe واول مرة اقول كده بس المصادر باللي انا قلته ده هتلاقيها تحت في ال description بس كده السلام عليكم